طيب قبل ما نبدأ خلينا كده نروح لأهم خبر وبرضو البعثة ونطمن حضراتكم من كل دلوقتي الأهلوية عايزين يتطمنه طيب يا جماعة احنا وضعنا عايزين نعرف اللي جاي للنادي الأهلي النهاردة بعثة النادي الأهلي هتسافر إن شاء الله غانا استعدادا لمواجهة بقى مدياما الغاني لحيكون المباراة يوم الجمعة في الجولة الخمسة لمباريات هنا دور المجموعات لبطول الدوري أبطال إفريقيا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب قرر تكليف الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة عشان يرأس هذه البعثة وحرس الدكتور مهند على التنصيق بقى وده اللي لازم بيتمه وده اللي بيتم في كل سفرية مع كابتن خالد بيبو مدير الكور عشان يتطمنوا على كافة الترتيبات الخاصة بقى بالإقامة والانتقالات وتوفير أفضل كمان الأجواء للجهاز الفني واللعيبة وطبعا كابتن خالد بيبو كان سبق البعثة وسافر كان مبارح هو وكابتن سمير عدلي مدير الإداري لغان عشان ينصقوا بقى كافة الاستعدادات ويستقبلوا طبعا البعثة كمان لما تحضر يعني بنتمنى كل التوفيق وعندنا أمال كبيرة جدا جدا إن شاء الله على النادي الأهلي ودايما بنقول طبعا للمنتخب كلنا كلنا كنا بنأمل ولسه بنأمل أنه هو يكون مصدر السعادة الأول لكل المصريين بس حقيقي دلوقتي وده على مدار سنوات طويلة جدا النادي الأهلي هو مصدر السعادة بصراحة خلينا نقول ده ونقوله وإحنا واثقين أن ده واقع وهو واقع فعلا بس بنأمل كمان مع النادي الأهلي إن شاء الله المنتخب يسعدنا